الحرب ضد تنظيم داعش إرهابي لم تنتهي بعد على الرغم من أنه لم يعد يسيطر على أراضي رسالة واضحة بعث بها التحالف الدولية الذي نفذ بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية عمليات إنزال شرق نهر الفرات لملاحقة خلايا تابعة لتنظيم داعش على المستوى الاستراتيجي بالتأكيد تنظيم داعش تأثر كثيراً بالضربات التحالف ولم تعد هناك الدولة البغدادية لم تعد هناك الولايات الجغرافية خسرها تنظيم داعش لكن هذا لا يعني انتهاء التنظيم ما تزال هناك قدرات ما تزال هناك إمكانيات ما تزال هناك تكتيك جديد يتبعه تنظيم داعش يستطيع التأقلم مع الوضع الذي يعيشه الآن في المقابل ما زالت قوات سوريا الديمقراطية لا تغاصل عمليات إزالة الألغام والقضاء على أي مخابة لأسلحة التنظيم متبقية في مناطق سيطرتها وتبقى للخبراء رغم أن السيطرة على قريط الباغوز القريبة من الحدود مع العراق شكلت نقطة مهمة في الحرب السورية وفي الحرب على التنظيم الإرهابية فإن داعش ما زال يمثل تهديدا بتصور ما زال هناك الكثير من العمل القضاء على خطر التنظيم والخطوات القادمة مهمة للغاية لاشتثاث خلايا التنظيم الإرهابي التي تمثل تهديدا كبيرا للمنطقة برمتها ويقدر مسؤولون أمريكيون أنه يوجد في المنطقة آلاف من مقاتلية تنظيم حيث أنه على الرغم من الإعلان عن هزيمته ما زالت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تشهد عمليات انتحارية وتفجيرات متفرقة يرى المراقبون أنه ربما جرت هزيمة تنظيم داعش إرهابي عسكريا بعد أن خسر تنظيم كل معاقله في منطقة شرق الفرات لكن التنظيم أفكارا وأديولوجيا لم ينتهي بعد في قناة الإخبارية طه عودا اسطنبول